السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء العزاء أهلاً وسهلاً بكم معكم أحمد شفيق مدرب الأصوات والمقامات الفيديو ده إعلان عن الكورسات القادمة بإذن الله في القاهرة في مكتب الدقي هنعمل كورسين بداية من الجمعة القادمة الموافق 6 مارس إن شاء الله كورس للمستوى الأول وكورس للمستوى الثاني بالنسبة لكورس للمستوى الأول هيكون معاده الساعة 10 صباحاً يوم الجمعة إن شاء الله هندرس فيه مع بعض 12 محضرة هندرس إيه فيه؟ هندرس المقامات الأساسية التسعة تمرينات الفوكاليز تمارين السولفيج تمارين الفوناتكس تمارين الإحماء تمارين إطالة النفس وخصائص صوتك المختلفة زي المدى الصوتي والاتساع الصوتي والمرونة الصوتية وصفاء الصوت وقوة الصوت كل الحاجات دي هندرسها في المستوى الأول إن شاء الله على مدار الـ 12 محضرة بالنسبة للمستوى الثاني هيكون في نفس المكتب مكتب الدقي ولكن من الساعة 3 عصراً والمستوى ده هيكون للمتقدمين اللي عارفين بالفعل المقامات الأساسية وخصائص ومهارات صوتهم هنشتغل فيه مع بعض على إيه؟ هنشتغل على قواعد التنقل الصحيح بين المقامات الأساسية التسعة إزاي أعمل تلاوة مكونة من المقامات كلها ولكن يكون الانتقال النغمي من مقام لمقام مضبوط 100% بدون أي نشاز إيه هي القواعد؟ وإيه هي المقامات اللي تناسبني أنا كقارئ؟ يعني أنا عايز أعمل مدرسة نغمية لنفسي عايز أعمل ستايل معين لتلاوتي القرآنية الكلام ده هيكون إزاي؟ هنتعلمه مع بعض في المستوى الثاني واللي مدته 12 محاضرة برضو في عامل مشترك بين المستوى الأول والمستوى الثاني وهو هل الـ 12 محاضرة كافية للإتقان؟ الجواب لا مش كل الطلبة بتتقن في 12 محاضرة الـ 12 محاضرة أنت بتدرس فيهم العلم بشكل مرتب وبشكل منظم وبتتلقى مني المعلومة وأنا بسمعها منك بتطبيقها علشان أتأكد أنها وصلت لك بالفعل وأقول لك طريقك أهو كمل فيه إنما الإتقان أمر مختلف شوية ليه؟ لأن الاستيعاب مش واحد استيعاب الناس مش واحد سرعة البديهة والقدرة على الفهم والتحصيل الدراسي ومدى انشغالك أنت متفرغ للموضوع ده ولا مشغول وعدد ساعات مذكرتك بتطبق اللي أنا بقوله لك بالزبط ولا لأ بتعمل واجباتك ولا لأ كل ده بيفرق من طالب لطالب إذن وقت الإتقان ليس هو مدة الدراسة مدة الدراسة هذه الفترة متوسطة يعني إيه؟ يعني الناس الموهوبة بشكل كبير بيتقنوا المقامات بالفعل فيه خلال 3 شهور إن شاء الله يعني لما يسمع مقام يقدر يقول ده مقام كذا ولما يحب يقول مقام كذا يقدر يقول ما فيش أي مشكلة ده بالنسبة للكرسين اللي هيبدأوا قريبا إن شاء الله في القاهرة تكلفة الدراسة للمستوى الأول 900 جنيه الكرس كله والمستوى الثاني 900 جنيه برضو الكرس كله الدراسة بتكون جماعية وفردية في نفس الوقت جماعية إنكم أحضرين كلكم مع بعض أثناء الكلام النظري اللي أنا بقوله وفردية إن كل واحد بيطبق لوحده وبتكون نظري وعملي في نفس الوقت برضو نظري أنا بشرحه في مدة بسيطة جدا وبقيت المحاضرة كلها تطبيقات عملية على المقامات سواء كانت قرآن أو إنشاد وبكده أكون شرحت الكورسات بالتفصيل لأي حد عايز اشترك رقم الواتساب أسفل الفيديو تقدر تتواصل مع المكتب علشان تحجز مكان إن شاء الله لأن العدد محدود عدد المجموعة لا يتعدى الخمستاشر طالب وده وقت كافي للكل إنه يتلقى المعلومة ويطبقها قدامي قريبا إن شاء الله هيتم الإعلان عن كورس مكسف للمقامات وهو كورس الإنقاذ السريع قبل رمضان وده كورس هيكون مكسف وهيكون أونلاين علشان اللي حابب يشترك فيه ومش قادر يجي للمكتب يقدر يتعلم عن بعد تفاصيل قريبا إن شاء الله فانتظروها ونلتقي على خير بإذن الله كان معكم أحمد شفي